نعود الترحيب بسيدة دانا وايت المتحدثة السابقة باسم البنتاجون من واشنطن بداية ربما تابعت معنا هذا المؤتمر الصحفي في ختام هذه القمة الثلاثية بداية أهم النقاط التي جاءت في هذا المؤتمر الصحفي مما يدل على الشراكة المهمة وأهمية هذا التحالف الثلاثي لكل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في هذه الفترة أهم شيء اللي سمعناه اليوم هو الرغبة في نشر السلام والأمن في تايوان والجميع التي تزعموا بذلك هذا هو أكبر إنجاز وأعتقد أن بكين كانت تستمع لهذه التصريحات بحذر شديد كذلك أيضا حجم التعاون الذي سوف يكون بين الدول فيما يتعلق بالجانب التجاري والجانب الأمني هل نستطيع القول أن هناك ناتو جديد نشأ بين الدول الثلاث؟ من المهم أن نتذكر أن تلك الدول هم حلفاء وهناك ضمانات أمنية لكن النيتو يظل حلف النيتو بأعضائه ولكن ليس هناك مقرنة بين النيتو وبين هذا التحالف الجديد بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أعتقد أن هذا الأمر سوف يقدم الأمن والسلام في منطقة المحيط الهادي لكن ما الغرض من هذه الشركات بين الدول الثلاث؟ فضكرت أنا نقطة التركيز على تايوان وتعزيز الدفاع المشترك عن جزيرة تايوان لماذا كل هذا التركيز والاهتمام بجزيرة تايوان؟ في يوليو كان هناك بعض التحركات العسكرية التي شابتها المنطقة منذ شهر يوليو الماضي وهذا أمر في غاية القطورة والمتحدة وهناك بعض الحقوق لدى الدول في دفاع عن تايوان وأعتقد أن هذا هو الوقت المثالي للرئيس بايدن من أن يعقد هذا المؤتمر بسبب التحركات الأخيرة التي شهدتها المنطقة وهذا يدل على التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة ما الرسائل التي تريد الإدارة الأمريكية إيصالها إلى الصين؟ أعتقد أن الرسالة هي أن الولايات المتحدة والجيش الأمريكي على وجه الخصوص هو الضمان الأكبر لرخاء والسلام في المنطقة ولأنه بسبب الولايات المتحدة وبسبب الضمانات الأمنية لولايات المتحدة فإن تايوان حقت الكثير من الرخاء مثلها مثل ذلك مثل اليابان وكوريا الجنوبية ولذلك فإن هذه القمة هو الظهار للدول التي تحب الحرية والتي تدعو من أقل الرخاء والأمن في هذه المنطقة طيب، ألي هذه الدرجة الصين تثير مخاوف واشنطن الأمنية والاقتصادية عالميا؟ حتى تبرم كل هذه الاتفاقات وهذا التحالف الثلاثي؟ لن أتحدث نيابة عن الصين هناك من يتحدث بين النيابة عنهم وهناك أطراف أخرى تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة والولايات المتحدة كانت هي الضامن الوحيد للأمن والسلامة في هذه المنطقة وسوف تستمر في ذلك وهذا المؤتمر يؤكد على التزام الولايات المتحدة وخاصة باتفاق الأحزاب في الولايات المتحدة هناك التزام بضمان الأمن في المنطقة وهذا هو قرار قرار وجهود نتيجة عن اجتماع وتوافق الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية ويهم الشعب الأمريكي أن يكون هناك رقاء وسلام وتعاون بين اليابان وكوريا القنوبية شكرك جزيلا الشكر سيدة دانا وايت المتحدة السابقة باسم البنتاجون كنت معنا من واشنطن